هذا وأدان التوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وتركز من استهدافها حاليا على المستشفيات وتوقم الأسعاف ومركباتهم وتعرض حياة المرضى وألاف المدنيين لخطر الموت والقتل وطالبت الخارجية الفلسطينية بموقف دولي إنساني حازم يقبر إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة فورا ووقف استهداف المستشفيات وضمان حماية المدنيين وتوفير جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وحماية التواقم الطبية والمرضى والنزحين في المستشفيات